العنوان الثالث بعد العنوانين المتقدمين العنوان الأول عباسيون قدماء وجدد العنوان الثاني أمويون وعباسيون في بغداد والأمويون قبل العباسيين سيزولون وقد زالوا العنوان الثالث الشيصباني نسبة إلى بني الشيصبان وبني الشيصبان هم بني العباس هكذا اصطلح عليهم الأئمة هكذا اصطلح عليهم الأئمة وسموهم بهذا الاسم والشيصبان من أسماء الشيطان بني الشيصبان بني الشيطان الشيصباني الشيطاني الإبليسي أقرأ عليكم من غيبة النعماني من المصدر نفسه من الصفحة الثالثة بعد العاشرة بعد الثلاثمئة إنه الحديث الثامن بسنده بسند النعماني عن جابر الجعفي قال سألت أبا جعفر الباقر عن السفياني لماذا كل الأسئلة عن السفياني لأنه العلامة الأهم العلامة الأولى والتي ستكون واضحة جدا في مرحلة العلامات الحتمية وتحديدا في شهر رجب العلامات جابر الجعفي يقول سألت أبا جعفر الباقر عن السفياني فقال وأنا لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني لابد من شيصباني قبل السفياني أين سيكون الشيصباني ما بين الكوفة وبغداد المرجعية الشيصبانية والأحزاب الشيصبانية في بغداد في المنطقة الخضراء أتحدث عن الأحزاب الشيعية الدينية القطبية هؤلاء هم الشيصباني والمرجعية التي تشكل حماية وحراسة لهم في النجف هي مرجعية شيصبانية وَأَنَّا لَكُمْ بِالسُفْيَانِي وَأَنَّا لَكُمْ بِالسُفْيَانِي فالنجف السيستاني وَأَنَّا لَكُمْ بِالسُفْيَانِي وَأَنَّا لَكُمْ بِالسُفْيَانِي فَتَوَقَّعُوا بَعْدَذَلِكَ السُفْيَانِي وَأَنَّا لَكُمْ بِالسُفْيَانِي وَأَنَّا لَكُمْ بِالسُفْيَانِي حتى يخرج قبله الشيصباني يخرج من أرض كوفان ينبع كما ينبع الماء فيقتلوا وفدكم فتوقعوا بعد ذلك السفيانية وخروج القائم هذا كفاية الأثر وهو من كتبنا القديمة أيضا للخزاز القمي من علماء القرن الرابع الهجري هذه الطبعة طبعة مركز نور الأنوار إنها الطبعة الأولى ألف أربعمائة وثلاثين هجري قمري قموا المقدسة أذهب بكم إلى الباب الذي عنوانه ما جاء عن أمير المؤمنين ما يوافق هذه الأخبار في النص على الحسن والحسين وفي النص على الأئمة الأطهار الحديث الأول إنها الصفحة السابعة بعد العاشرة بعد الثلاثمائة عن علقمة بن قيس قال خطبنا أمير المؤمنين على منبر الكوفة خطبته اللؤلؤة خطبة معروفة من خطب الأمير تسمى بالخطبة اللؤلؤة فقال فيما قال في آخرها ألا وإني ضاعن عن قريب ضاعن راحل مسافر ألا وإني ضاعن عن قريب ومنطلق إلى المغيب فارتقبوا الفتنة الأموية والمملكة الكسروية وإماتة ما أحياه الله وإحياء ما أماته الله إلى أن يقول وتبنى مدينة يقال لها الزوراء بين دجلة ودجيل والفرات فلو رأيتموها مشيدة بالجص والآجر الخطبة طويلة أنا لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل ما ذكره أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وإنما أذهب إلى موطن الشاهد إلى أن يقول سيد الأوصياء وشيدت بغداد الزوراء وشيدت وشيدت بالقصور لماذا قيل لها الزوراء قيل لها الزوراء لأنها تكون مائلة من جهة النهر الأزور هو المائل الذي ينحرف انحرافة منحنية هذا هو الأزور وهذه هي الزوراء وبالمناسبة بغداد يقال لها الزوراء بسبب موقعها من نهر دجلة الري طهران يقال لها الزوراء أيضا وتحديدا منطقة الري بسبب موقعها من سلسلة الجبال الموجودة هناك فإن الجبال تزور حولها تأتي بشكل منحن بشكل قوس من هنا يقال لبغداد من أنها المدينة المدورة لأنها بنيت بشكل دائري بشكل قد ازور حول النار من هنا قيل لها الزوراء وتبنى مدينة الإمام تحدث عن الأمويين الأوائل ألا وإني ضاعن عن قريب ومنطلق إلى المغيب فارتقبوا الفتنة الأموية والمملكة الكسروية الإمام الإمام يتحدث عن الأمويين الأوائل عن الأمويين في دمشق في الشام ثم قال وتبنى مدينة يقال لها الزوراء يتحدث عن العباسيين الأوائل عن العباسيين القدماء ثم قال وتبنى مدينة يقال لها الزوراء بين دجلة ودجيل والفرات فلو رأيتموها مشيدة بالجص والآجر إلى أن يقول وشيدت بالقصور وتوالت عليها وتوالت عليها ملوك بن الشيصبان أربعة وعشرون ملكا إنهم خلفاء العباسيين ويشير إليهم فيهم السفاح والمقلاص والجموح والخدوع إلى آخر الأسماء هذه صفات خلفاء بن العباس إذا أردنا أن نشرح ألفاظها فإنها تنطبق انطباقا واضحا على خلفاء العباسيين القدماء وتوالت عليها ملوك بن الشيصبان موطن الشاهد هنا فبن الشيصبان هم بن العباس في أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم يعبرون عن العباسيين تارة ببني العباس وتارة ببني ببني عمنا وثالثة ببني مرداص ورابعة ببني الشيصبان مثلما تحدث أمير المؤمنين هذا الكلام أيام أمير المؤمنين هذه التسمية كانت موجودة أيام أمير المؤمنين وكذلك يتحدثون عنهم ببني فلان فهنا حينما يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه وأن لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني إنه العباسي يخرج من أرض كوفان شيعي ينبع كما ينبع الماء هذا سيكون في زمان قريب من من ظهور السفياني والسفياني إذا ما ظهر فإننا نستطيع أن نشخص اليوم الذي سيظهر فيه إمام زماننا بالدقة صلوات وسلام على إمام زماننا وأقرأ عليكم أيضا من المصدر نفسه من غيبة النعماني ما جاء في حديث طويل بدايته بدايته في الصفحة الثانية والستين بعد المائتين إنه الحديث الثالث عشر بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن إمام الباقري صلوات الله وسلامه عليه أول الحديث إذا رأيتم نارا من المشرق شبه الهردي العظيم إلى آخر الرواية لا أريد أن أقرأ الرواية الطويلة عليكم وقد قرأت ما قرأت منها وشرحت ما شرحت منها في برامج المتقدمة أذهب إلى موطن الشاهد الذي يرتبط بموضوع حلقتنا هذه في صفحة الرابعة والستين بعد المائتين الإمام الباقر يقول إذا اختلف بن فلان بن فلان بن العباس والإمام يتحدث عن العباسيين الجدد إذا اختلف بن فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج وليس فرجكم إلا في اختلاف بني فلان فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان وخروج القائم إن الله يفعل ما يشاء ولي يخرج القائم ولا ترون ما تحبون حتى يختلف بنوا فلان فيما بينهم فإذا كان ذلك طمع الناس فيهم واختلفت الكلمة وخرج السفياني كل هذا الحديث عن العباسيين الجدد لأن الإمام الباقرة يتحدث عن صيحة شهر رمضان ويتحدث عن خروج القائم ويتحدث عن اختلاف الكلمة في الناس عموما ويتحدث عن خروج السفياني ويجعل اختلاف بن العباسي مرتبطا بكل هذه الوقائع بمثابة مقدمة واضحة أقرأ عليكم ما قاله إمامنا الباقر صلوات الله عليه ومثل ما قلت لكم أكثر من مرة قبل قليل من أنني لست بصدد شرح تفاصيل هذه الروايات وقد شرحتها في برامج المتنوعة أنا أركز النظر هنا على ما يرتبط بالعباسيين الجدد إذا اختلف بنو فلان بنو العباس قلت لكم من أن الأئمة يعبرون عن العباسيين بمجموعة من التعابير أحد هذه التعابير حينما يقولون بنو فلان إذا اختلف بنو فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج فعند ذلك فانتظروا الفرج يعني أن الفرج سيكون قريبا ليس بالضرورة أن يكون قريبا بحساب الليالي والأيام بحساب الأسابيع والشهور كل المعطيات تشير إلى أن الحساب هو حساب السنين إذا اختلف بنو فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج وليس فرجكم إلا في اختلاف بنو فلان فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان وخروج القائم إن الله يفعل ما يشاء ولن يخرج القائم ولا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم فإذا كان كذلك طمع الناس فيهم واختلفت الكلمة وخرج السفياني ويستمر إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول لا بد لبني فلان من أن يملك لا بد لبني فلان من أن يملك البارحة كنت أتحدث مع أحد الأخوة وأقول من أن الحكم الشيعية في العراق إذا أردت أن أدرس تأريخ العراق وتأريخ الشيعة وأن أدرس وأن أدرس واقع المعارضة الشيعية العراقية لا أستطيع أن أتصورهم أن يصل إلى الحكم إلا من جهتين من جهة المصادفة هكذا قلت له طر كتبة وقد يقال في دول عربية أخرى ملك وكتاب نحن نقول في العراق طر كتبة ملك وكتاب لكن لا وجود لمثل هذا في تقدير الأمور أو أن الأمر لا بد أن يكون فهؤلاء لا بد أن يحكموا ويظلموا لأن الأحاديث هكذا تقول لا تبقى مجموعة تقول لو حكمنا لعدلنا إلا وحكمت وظلمت إذا أردنا أن ندرس تأريخ العراق منذ زمان أمير المؤمنين وإلى يومنا هذا وأن ندرس الواقع الشيعية في العراق وأن ندرس واقع المعارضة الشيعية إن كان ذلك في داخل العراق أو في خارج العراق إن لم يكن إن لم يكن مستحيلا فهو مستبعد جدا أن الشيعة يحكمون العراق ولكنهم حكموا كيف حكموا 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 إما طر كتب من طريق الصدفة وهذا لا يكون لا توجد صدفة وإما أن الأمر لا بد أن يتحقق لأن الأئمة قال كل مجموعة تقول لو حكمنا لعدلنا يحكمون ويظلمون وقد حكموا وظلموا وفسدوا وأفسدوا ولعبوا الألعاب وعبثوا عبثاً عظيما بدين الناس وشؤون الناس وأموال الناس وأحوال الناس وأعراض الناس وكل ذلك تحت فيء عمامة السيستاني إنهم الشيصبانيون والعباسيون الجدد ما بين الكوفة الشيصبانية والخضراء الشيصبانية لابد لبني فلان لابد لهم لابد لبني فلان من أن يملكوا فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم هم باقون إلى زمان السفياني حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق وهذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة عاصمة العباسيين الكوفة وليست بغداد العباسيون القدماء ما كانت عاصمتهم الأولى بغداد عاصمتهم الأولى الكوفة العاصمة الأولى التي تأسس فيها الحكم العباسي الأول الكوفة ورؤوس بني العباس كانوا يختفون في شرداب في دار أبي سلمة الخلال الذي كان من كبار دعاتهم والذي سمي بعد ذلك بوزير آل محمد بوزير العباسيين هكذا لقبوه بوزير آل محمد إنه أبو سلمة الخلال كوفي هذا وكان داره في الكوفة ورؤوس العباسيين كانوا يختفون في سرداب في دار أبي سلمة الخلال ومن سرداب أبي سلمة الخلال خرج السفاح والمنصور وتأسست الخلافة العباسية الحكاية هي 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 لا بد لبني فلان الحديث عن العباسيين الجدد لا بد لبني فلان من أن يملكوا فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق وهذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان كفرسي سباق هذا من هنا وهذا من هنا حتى يكون هلاك بني فلان بني العباس على أيديهما فالخراساني سيهلك العباسيين الذين هم يناصرون السفياني في جو السفياني والسفياني سيهلك العباسيين الذين يناصرون الخراساني في جهة الخراساني حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق وهذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان هل مرة في تاريخ العراقي في زمن العباسيين أن كان في بغداد هناك مجموعة تحسب على الأمويين في الحكم وفي الوقت نفسه هناك مجموعة تحسب على الخراسانيين الذين هم أنصار العباسيين هل مرة هذا حينما سقط الحكم الأموي في الشام تفرق الأمويون في كل مكان ولم يكن لهم من سلطة أو وجود في بغداد فهذه القضية لا تتصور لكنها حدثت حدثت منذ 2003 أمام أعيوننا أجنحة في الحكم توالي الأمويين توالي النواصب أدى عشيون موجودون في المنطقة الخضراء ولكن بأسلوب لين ناعم والذين يناصرون الاتجاه الشيعية في إيران موجودون أيضا في المنطقة الخضراء لهذا السبب فإن الخراسانية سيهلك العباسيين وكذلك السفياني سيهلك العباسيين كيف تتصورون هذا المعنى مع أن الخراسانية والسفيانية ما هما على اتفاق الخراساني عدو السفياني والسفياني عدو الخراساني إذن كيف يتفقاني في القضاء على العباسيين لأن كل طرف سيقضي على أنصار الطرف الآخر ليس بالضرورة أن يكونوا أنصارا صادقين لكنهم أنصار بحسب المصالح السياسية للطرفين للطرف السفياني وللطرف الخراساني على حد سواء لا بد لبني فلان من أن يملكوا فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرقي وهذا من المغربي الذي من المشرق الخراساني من مشرق العراق والذي من المغرب السفياني من مغرب العراق هذا من المشرقي وهذا من المغرب يستفقان إلى الكوفة قرأت عليكم في روايات الحلقة الماضية واختلف أهل الشرق وأهل الغار أهل المشرق وأهل المغرب وقلت لكم إنه اختلاف الإيرانيين فيما بينهم واختلاف الشاميين فيما بينهم هذا من المشرق وهذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة كفر سيرها هذا من هنا وهذا من هنا حتى يكون هلاك بني فلان على أيديهما أما إنهم لا يبقون منهم أحدا لأن الخراسانية سيهلك جماعة السفياني ولأن السفيانية سيهلك جماعة الخراساني الذين يحسبون عليه الذين يحسبون على السفياني سيهلكهم الخراساني والذين يحسبون على الخراساني سيهلكهم السفياني ثم يتحدث إمامنا الباقر عن خروج السفياني واليماني والخراساني إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه إن ذهاب ملك بني فلان إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخار الفخار هو الطين المطبوخ بالنار إن ذهاب ملك بني فلان ملك بني العباس كقصع الفخار قصع جمع لقصع وهي الآنية الكبيرة إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخار حينما يكسر بعضها بعضا حينما يتهاوى بعضها على البعض الآخر وكرجل كانت في يده فخارة وهو يمشي إذ سقطت من يده وهو ساهن عنها فانكسرت فقال حين سقطت ها شبه الفزع فذهاب ملكهم هكذا أغفل ما كانوا عن ذهابه أعتقد أن الكلام واضح وواضح جدا وهذا يأتي منسجما مع الروايات التي تقول من أن ظهور إمام زماننا سيكون بغتة مفاجأة لماذا؟ لأن الناس تغط في نوم عميق وخصوصا هؤلاء الذين في النجف وفي بغداد منشغلون بمناصبهم وبأموالهم وشهواتهم وقذاراتهم إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخار حينما تتهاوى ويكسر بعضها بعضا وكرجل كانت في يده فخارة وهو يمشي إذ سقطت من يده وهو ساهن عنها في غفلة من أمره فانكسرت فقال حين سقطت ها شبه الفزع فذهبوا ملكهم هكذا أغفلوا ما كانوا عن ذهابه أذهب إلى الصفحة السادسة والستين بعد المائتين من المصدر نفسه من غيبة النعماني إنه الحديث السادسة عشر بسنده بسند النعماني عن ابن أبي يعفور شخصية شيعية معروفة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الإمام يقول لعبد الله ابن أبي يعفور أمسك بيدك ماذا هلاك الفلاني اسم رجل من بني العباس شخصية معروفة ربما هو الشخص الأول والأبرز في بني العباس أمسك أمسك بيدك هلاك الفلاني الفلاني اسم رجل من بني العباس وخروج السفياني وهذا سيكون بعد هلاك الفلاني وقتل النفس إنها النفس الزكية حدثتكم قبل قليل عنها الدم الحرام الذي يسفك في الشهر الحرام وفي البلد الحرام هكذا ورد في كلماتهم وأحاديثهم صلوات الله عليه أمسك بيدك هلاك الفلاني وخروج السفياني وقتل النفس وجيش الخسف الخسف الذي يكون في بيداء المدينة وهذا سيكون عند الظهور من العلامات المقارنة لظهور الإمام والصوت قلت وما الصوت هو المنادي فقال نعم وبه يعرف صاحب هذا الأمر ثم قال الفرج كله كله هلاك الفلاني من بني العباس هناك شخصية عباسية في العراق إذا ما هلكت فبدايات الفرج تتحرك ليس بالضرورة أن تكون ظاهرة للعيان يعرفها من يعرفها كلمة خطيرة هذه الفرج كله هلاك الفلاني من بني العباس أعيد قراءة الرواية عليكم إنها عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لابن أبي يعفور أمسك بيدك هلاك الفلاني اسم رجل من بني العباس وخروج السفياني وقتل النفس وجيش الخاس والصوت قلت وما الصوت هو المنادي فقال نعم وبه يعرف صاحب هذا الأمر صيحة شهر رمضان ثم قال الفرج كله الفرج كله هلاك الفلاني من بني العباس هذه الكلمة خطيرة جدا الفرج كله هلاك الفلاني من بني العباس إذا ما هلك الفلاني من بني العباس فإن الفرج تتحرك معالمه ربما بنحو ظاهر أو باطن لكن البداية قد بدت والنهاية للعباسيين قد بدت أيضا في الصفحة السابعة والستين بعد المائتين تلاحظون كثرة الأحاديث عن العباسيين الجدد في كتاب وحد فما بالكم إذا أردنا أن نجمع كل الكتب وكل الأحاديث إلا أنني اقتصرت على غيبة النعماني لأن الكتاب هذا هو من أهم ما كتب في بابه في الصفحة السابعة والستين بعد المائتين إنه الحديث الثامن عشر بسنده بسند النعماني عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه هكذا يقول إمامنا لابد أن لابد أن يملك بن العباس هذا هو الذي قلته قبل قليل من أن شيعة العراق مستحيل إن لم يكن مستحيلا في غاية الصعوبة أن يصل إلى الحكم لكنهم وصلوا إما من طريق الصدفة وهذا ليس واردا في تقدير الأمور وإما أن الأمر لابد أن يكون والأحاديث كلها هكذا تقول لابد أن يملك بن العباس وهذا هو الذي جرى منذ 2003 إلى الآن ألا تتفقون معي من أنه كان الأمر مستحيلا أتعلمون أن الحكومة الإيرانية في الفترة الأخيرة من زمن المعارضة قبل سقوط النظام الصدامي أوعزت إلى باقر الحكيم من أن ينتقل إلى قم كي وصل درسه الحوزوي وتدريسه الحوزوي وأن يحول المجلس الأعلى إلى جمعية خيرية هذا الكلام حقيقي صحف المعارضة صحف المعارضة كانت تتسابق في التحليل أتحدث عن المعارضة الشيعية كانت تتسابق في التحليل من الذي سيكون رئيسا بعد صدام عدي أم قصي والله هذا الذي كان يجري حزب الدعوة في أوروبا قياداته كانوا يناقشون أن يرسلوا وفدا إلى صدام وأن يعودوا إلى العراق وأن يعمل سياسيا تحت ظلي الحكم الصدامي هذه حقائق وتوجد منشورات ووثائق على هذا أنا لا أحدثكم من الخيال ولا أفتري على أحد لو كنت مهتما بتأريخ المعارضة لقدمت لكم برنامجا أذكر لكم فيه العجائب ما يحدثونكم عن المعارضة وما ألفوه في الكتب وما تتحدث به فضائياتهم أكاذيب وحق الحسين أكاذيب هذا هو واقع المعارضة فحزب الدعوة في أوروبا كانوا يريدون الذهاب إلى صدام أنا لا أقول عن حزب الدعوة بكامله لكن الذين كانوا في أوروبا بحكم تأثرهم بالحياة الأوروبية وما شاهدوه وعايشوه من الديمقراطية أخذوا يتخيلون يمكن أن تكون ديمقراطية في العراق هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل في القول وأنا لا أريد أن أقف عنده لكنني كما قلت لكم بحكم معرفتي بتأريخ العراق وتأريخ الشيعة وواقع المعارضة الشيعية العراقية مستحيل أن يصل الشيعة إلى الحكم إن لم يكن مستحيلا في غاية الصعوبة ولكنهم وصلوا فلو يجوطر كتبه أو أنه أمر مقدر لا بد أن يكون كل مجموعة تقول لو حكمنا لعدلنا يحكمون ويظلمون ولا يبقى أحد من هذه المجموعات التي تدعي لو أنها حكمت لعدلت لم يبقى في العراق إلا هذه المجموعة إلا المجموعة الشيعية ولذا الإمام يقول لا بد أن يملك بن العباس فإذا ملكوا واختلفوا وتشتت أمرهم خرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق الخراساني وهذا من المغرب السفياني من مشرق العراق ومغربه يستبقان إلى الكوفة يستبقان الخراساني يريد أن يصل إلى الكوفة قبل السفياني وسفياني كذلك يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان كفرسي سباق هذا منها هنا وهذا منها هنا حتى يكون هلاكهم هلاك بني فلان هلاك بني العباس لا بد أن يملك بني العباس حتى يكون هلاكهم على أيديهما أما إنهما لا يبقون منهم أحدا أبدا في الصفحة الخامسة بعد العاشرة بعد الثلاثمئة إنه الحديث الحادي عشر بسنده بسند النعماني عن الحسن بن الجهم قال قلت للرضا لإمامنا الرضا صلوات الله عليه أصلحك الله إنهم يتحدثون أن السفياني يقوم وقد ذهب سلطان بني العباس فقال كذب إنه ليقوم السفياني وإن سلطانهم لقائم والإمام يستعمل إن مرتين وهي للتأكيد والتشديد فقال كذبوا إنه ليقوم واستعمل لام التوكيد هنا وإن كررها مرة أخرى وإن سلطانهم لقائم وكرر لام التوكيد مرة أخرى كرر إن مرتين وكرر لام التوكيد مرتين في جملة قصيرة يريد أن يؤكد من أن الحكم العباسية سيكون موجودا حينما يظهر السفياني لكنه سيكون ضعيفا بسبب الاختلاف الذي قد وقع بينهم في السنوات المتقدمة على ظهور السفياني الحسن بن الجهم يقول قلت للرضا أصلحك الله إنهم يتحدثون أن السفيانية يقوم وقد ذهب سلطان بن العباس فقال كذبوا إمامنا الرضا يقول كذبوا إنه ليقوم السفياني وإن سلطانهم سلطان العباسيين لقائم نذهب إلى فاصل عنوان في السياق نفسه ولكنه يأخذ بنظر الاعتبار أن اختلاف بن العباسي سيكون في الأجواء القريبة من من ظهور الخراساني واليماني والسفياني أقرأ لكم نماذج من الحديث تلاحظون كثرة الأحاديث وأنا لست بصدد أن أقرأ كل الأحاديث عليكم سأحتاج إلى العديد من الحلقات هذه نماذج من الأحاديث لازلت أقرأ عليكم من غيبة النعماني في الصفحة الثامنة والثمانين بعد المائتين إنه الحديث السابع والستون بسنده بسند النعماني عن جابر الجعفي عن إمامنا الباخري صلوات الله وسلامه عليه يا جابر ألزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها أولها اختلاف بني العباس وما أراك تدرك ذلك ولكن حدث به من بعدي عني أو من بعدي عني ومناد ينادي من السماء الإمام لا يتحدث عن العباسيين القدماء والذين لم يكونوا على عهد الباخر صلوات الله عليه وإنما جاءوا بعد ذلك فإمامنا الباقر عاش في زمان الأمويين ولم يكن في زمان العباسيين ومع ذلك فإن الإمام الباقر يحدث جابرا الجعفي عن العباسيين في المرحلة الثانية أولها اختلاف بن العباس الإمام يقول لجابر حدث بها الشيعة والإمام كان في العصر الأموي هؤلاء الذين يلوموننا في أننا نتحدث بهذه الأحاديث ونحن في زمانها لاحظوا غباء هؤلاء غباء المعممين وغباء المثقبين من الشيعة ما هم بمثقفين إنهم مثقبون ثقبهم الشيطان بكل أنواع الثقوب هؤلاء الذين يلوموننا في أننا نتحدث عن إمام زماننا لحظوا الإمام الباقرة هكذا يحدث جابر وكان الإمام في العصر الأموي وهو لا يحدثه عن العباسيين الأوائل يحدثه عن العباسيين الجدد أولها اختلاف بن العباس وما أراك تدرك ذلك ولكن حدث به من بعدي عني ومناد ينادي من السماء إنها الصيحة ويجيئكم صوت من ناحية دمشق بالفتح وتخصف قرية من قرى الشام تسمى الجابية إلى آخر الرواية الرواية طويلة موطن الشاهد هنا أول علامة ذكرها اختلاف بن العباس لأهم لأهميتها لماذا؟ لأن الإمام يريد من الشيعة أن يتحرك إذا ما وقع الاختلاف بين بن العباس فالإمام هكذا قال لجابر يا جابر إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها أولها اختلاف بن العباس يعني إذا رأينا اختلاف بن العباس علينا أن نحرك أيدينا وأرجلنا أن نعمل في خدمة إمام زماننا الرواية واضحة وصريحة جدا أقرأ عليكم من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الرابعة والستين بعد المائتين إنه الحديث التاسع والأربعون بعد المائة نقله عن الكافي عن الجزء الثامن من الكافي الشريف بسنده عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا ترون ما تحبون حتى يختلف بن فلان فيما بينه فإذا اختلفوا طمع الناس وتفرقت الكلمة وخرج السفياني المضامين تتكرر في أحاديثهم وكلماتهم وأقوالهم وكتبهم وعلى ألسنة رواتهم وأصحابهم وعلمائهم وأقرأ أيضاً من غيبة النعماني في الصفحة الثامنة والسبعين بعد المائتين إنه الحديث الثاني والأربعون بسنده بسند النعماني عن يعقوب بن السراج قال قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه متى فرجوا شيعتكم فقال إذا اختلف ولد العباس ووها سلطانهم متى سيبدأ ضعف سلطانه إذا ما هلك الفلاني من بني العباس سيبدأ ضعف سلطانه لأن الإمام هكذا قال الفرج كله إذا هلك الفلاني من بني العباس يعقوب بن السراج يقول قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه متى فرج شيعتكم فقال إذا اختلف ولد العباس ووها سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع وخلعت العرب أعنتها إلى آخر الرواية لست بصدد شرح الرواية هذه وقد شرحتها وتحدثت عن تفاصيلها في برامجي السابقة لكنني أركز هنا على ما يرتبط بذكر العباسيين الجدد إذا اختلف وأقرأ وقرأ عليكم أيضا ما جاء في غيبة الطوسي الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة في الصفحة الثامنة والسبعين بعد المئتين بسنده عن أبي بصير عن بكر بن حرب عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا يكون فساد ملك بني فلان حتى يختلف سيف بني فلان والروايات حدثتنا عن قتل بين الحيرة والكوفة ومن أن قتلاهم على سواء الطرفان على باطل وما هما على حق لا يكون فساد ملك بني فلان حتى يختلف سيف بني فلان فإذا اختلف كان عند ذلك فساد ملك يبدأ ملك بالتهاوي شيئا فشيئا حتى يأتي الخراساني من مشرق العراق ويأتي السفياني من مغرب العراق في الصفحة التاسعة والستين بعد المائتين من غيبة النعماني إنه الحديث الحادي والعشرون بسنده بسند النعماني عن محمد بن الصامت عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال قلت له ما من علامة بين يدي هذا الأمر فقال بلى قلت وما هي قال هلاك العباسي شخصية من بني العباسي تكون مهمة إذا ما هلكت والتعبير بالهلاك لا يوحي بأنه سيقتل وإنما سيموت قال هلاك العباسي وخروج السفياني وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء والصوت من السماء حديث عن العباسيين الجدد هلاك العباسي وخروج السفياني وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء والصوت من السماء الصيحة فقلت جعلت في ذاك أخاف أن يطول هذا الأمر فيما بين هلاك العباسي وسائر العلامات الأخرى فقال لا إنما هو كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا كمنظومة خرج كالمسبحة مثلا كالقلادة مثلا فقطع ناظمها قطع خيطها سيتساقط سيتساقط الخرز تباعا واحدة بعد واحدة وبعد ذلك تتساقط مجموعة بعد مجموعة تلاحظون أن الروايات وأن الأحاديث وفيرة وكثيرة جدا وما عرضته لم يكن في حد الاستقصاء عرضت مجموعة واضحة كثيرة من النماذج لكنني لم أكن في مقام الاستقصاء كل هذه الأحاديث أجمعت على حكم عباسي ثان ولا بد أن يكون في العراق فهؤلاء الذين يشرحون لكم الأحاديث ويقولون لكم من أن الحكم العباسية يشير إلى حكم آل سعود هؤلاء يفسرون الأحاديث والروايات بحسب أمزجتهم لأنهم على هوى الحكم العباسي في العراق بالنسبة لي فإنني لا أعبأ لا بالمراجع العباسيين في النجف ولا بالحكام العباسيين في بغداد أعرض الحقائق كما هي ما عرضته بين أيديكم من روايات وأحاديث في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة ما عرضته هو نماذج فإنني لم أستقصي كل الأحاديث هذا يحتاج إلى وقت طويل أنا أعرف هذه الأحاديث وأعرف مضانها وأحفظ نصوصها ومضامينها فإني أشتغل في هذا المجال منذ أكثر من أربعين سنة لا في يوم ولا في يومين هذه الأمور بديهية عندي وفضحة عندي تعاملي معها في غاية سهولة كل هذه الروايات تجمع على أن حكما عباسيا ثانيا لا بد أن يكون لا بد أن يملك مرت علينا النصوص لا بد أن يحكم العباسيون بغداد ثانية وتلاحظون أن الروايات تتحدث عن الكوفة بنحو أكثر وبنحو أوضح مما تتحدث به عن بغداد إذن الحاكم العباسي الحقيقي في الكوفة في النجث وهذا هو الواقع الذي نعيشه اليوم هناك حكم عباسي في العراق هذا الحكم مقره الأول الكوفة النجث ومقره الثاني بغداد وهذا الحكم يتعرض لهداة سياسية لكنه يتشافى منها يبدو وكأنه يريد أن ينتهي لكنه يعود ويأتي هذا الحكم بعد انقطاع ملك بني مروان سيظلمون وسيفسدون وسيعيثون الفساد في الدين والدنيا وفي كل شيء سيختلفون فيما بينهم وسيسفك بعضهم دماء بعض لا بد أن يكون هذا وفي المناطق الشيعية تحديدا وستسفك الدماء أكان هذا في موعد قريب في موعد بعيد الأحاديث هي التي أخبرتنا بذلك قلت لكم أنا لا أتحدث عن غيب ولا أمتلك كل المعطيات ولا أقوم بلي أعناق الأحاديث بحسب ما أرغب وما يميل إليه هواي هذه النصوص بين أيديكم كلماتها واضحة مضامينها بينة هناك حكم عباسي ثاني في العراق مقره الأول الكوفة القوة الأولى في الكوفة والقوة الثانية في بغداد يتعرض لصدمات يكاد أن يتهاوى لكنه يعود مرة أخرى ينفخ الشيطان فيه يعود مرة أخرى يختلفون حتى تسفك الدماء الإمام يأمرنا أن نكون أحلاس بيوتنا أن لا نحرك يدا ولا رجلا لا شأن لنا به فليذهب إلى الجحيم فلتذهب مرجعية النجف إلى الجحيم بفسادها وقذارتها ولتذهب حكومة بغداد إلى الجحيم بفسادها وقذارتها لا تحرك يدا ولا رجلا لا تعبأ بهؤلاء حركوا الأيدي والأرجل في خدمة إمام زمانكم هذا هو الواقع الذي تتحدث عنه هذه الروايات لا نقلت لكم من كتب المخالف ولا حددتكم بحديث الفوالين ولا جئتكم بالأحاديث من الكتب التي لا نعرفها هذه كتبنا القديمة الأصلية وهذه أحاديث أئمتنا وإذا وقع خلل في حديث أو حديثين فإننا حينما نجمع بين الأحاديث يرتفع هذا الخلل وأنا أحدثكم عن خبرة طويلة في الإطلاع على الأحاديث وحينما أقرأ لكم الحديث ففي ذاكرة موسوعة من أحاديثهم بهذا المضمون وحينما أشرح لكم الرواية إنني لا أشرحها على أساسي أنها وحدة منفصلة فصلة عن سائر الأحاديث وإنما أشرحها بروح مضامين سائر الأحاديث الأخرى الحقائق واضحة وواضحة وجلية يبقون في الحكم لكن الحكم سيكون ضعيفا متمزقا حتى يقبل السفياني من سوريا وحتى يقبل الخراساني من إيران وحينئذ تنتهي حكومتهم يذهبون إلى الجحيم مثلما قلت لكم الحديث في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة وفي الحلقة التي تأتي جواب لسؤال هل أن مرجعية النجف وحكومة المنطقة الخضراء في بغداد هم العباسيون الجدد قلت لكم نعم بحسب ما أعتقد لا على أساس أني عالم بالغيب ولا أني أمتلك المعطيات الكاملة ولا أريد أن أحرف مضامين الروايات وفقا لمزاجي إنما هي المعطيات المتوفرة ما بين النصوص وبين الواقع النصوص عرضت ما عرضت من نماذجها بين أيديكم في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة بقي علي أن أحدثكم عن الواقع عن الواقع التأريخي للعباسيين القدماء وعن الواقع المعاصر للعباسيين الجدد سأعرض لكم سأعرض لكم إلقاء نظرة على الواقع سأعرض لكم مقارنة إجمالية ما بين واقع العباسيين القدماء الذي جاء مذكورا في تأريخهم في تأريخهم وما بين واقع العباسيين الجدد الوثائق تتحدث عنهم هم يتحدثون عن أنفسهم هذا ما سأتناوله في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى إذن حدثتكم عن النصوص بقي أن أحدثكم عن الواقع إذا ما اكتمل الحديث عن الواقع وستجدون أن الواقع يتعاضد مع النصوص أيضا وهذا هو الذي جعلني أقول من أن هؤلاء هم العباسيون الجدد كفان الله شرهم وأبعدنا عن ضلالهم خصوصا أولئك الذين يتربعون على عرش حكم العراق في النجاف